مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي تربيب مركز نسميه التشاريع من الشركات المهم هو تربيب مركز و مخفف تربيب التربيب الأرانيب نحن نعطيكم هذا الكلور يمكن استخدمه هو معقيم 100% يعني ممكن ان بحث الأقنات دي دي الكاج ديما كيكونوا كي تلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن انا نرش هاد القرور الخلط شوية ديال معهد شوية ديال الماء ماشي بالله ما يكون يعني كله قرور وانما هكا بها الطريقة الرشو ايج جوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانيب هكا هكا ماشي مشكل هذا من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني كان نهضرع على الكاش يعني ممكن ان نمسحو من بعد بواحد الشيتة هاد الاسلك يعني الرشو بيه ونمسحو هاد الاسلك هاد واكتر يلقا القاعدة يعني تلفوق مش مشكل يعني القاعدة يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كدنش راها مزيانة ولكن مع المدة كتولي يعني عنده وحل لون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يمني را ديك الفضالات كتطيح ولكن لا يعني الفزيك ديالهم يعني البول ديالهم اعزاكم الله كي يبقى في ديك الاسلك انتو ما رشو عليه بواحد الرشة وحقو بالشي سي سي 내가 هدا دور من ادوار ديال القروب القروب عود ممكن يستعملوه الناس اللي كnyn في العروبيات يعني يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يسبدو المياه من الماء يعني بقر كيشبدو منه الماء وكيعطى يكون هم تأكدين أن هذا الماء يلمسوا وتشربوا منه الأرانيب لا شيء يضرهم، ولكن يكون عندهم البول ديالهم كي يقول لي أحمر مدمم يعني شحامو عاد يقول لك أنا عندي الأرانيب ديالي في العربية والبول ديالهم أحمر يعني ماء اللون الأحمر وما كيفهمش علاشهم، ماشي مراض ولكن يقول لك أنا وما عايشين بها الطريقة ولكن يلاحب أن البول ديالهم مرة مرة كي يقول لي أحمر هذا السبب راجع المياه الجوفية. المياه الجوفية ممكن اننا نديرولها يعني في واحد بوديزة كبيرة ما زالنا خمسة يطرو. ممكن نديروا واحد الغلاقة نصف غلاقة مثلا قعرية شوية ديالش ديال القلور يعني اسمه هو القلور جافيل. جافيل ممكن ديروا واحد معي يلقى في طرو معي يلقى في يعني اغلاقة في خمسة يطرو. والكمية اللي درتوها اراها اخذ دام. المشي غيمة كطروش ما فيه مشي غالي الواحد غادي دير كاس مثلا في خمسة يطرو. هذا من جهة. يعني هذا تعقيم المياه. وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال الروبيني ارا كتكنتها هي مداوية. لاحظوا انكم اني كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد تشنشين. حنقولوا بحل شكل ديال يعني الاسبيريمي كتديروها مع مع الماء. كتقطلها واحد تشنشين. هادك تشنشين اسمه هو. فادكره هما مداوينه. يعني كين كلور ولكن كين مواد اخر. تموت ديرو انتم ما ديرو معاه معينقاء ديال جافيل ديروها معاه. باش يحيد هادك هادك السموم اللي كتكون في الماء. اضافة انه يعني الكلور المشي المخففين يعني الاتشي. ناكن قولوا ااتشي. الناس كي معروفين كيقولوا ااتشي. كيكون واحد الليتر كيتبع بسبعة درهمونس. هادك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومة راها فيسكيلينها وكان رددها ديما. باش يعني نعاون خوتي باش ما يتيحوش في واحد الفخ ديال الجرب. مني كيكون شو عندكم الجربة يعني ضي السر. الجربة مشي ديال الادون. مشي تتسمغ الادون. لا. الجربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر. يعني كتكون من يعني القنية ديالكم. طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين. مني نشوفو عندكم هاد الحالة هادي مباشرة ديرو نص كاس ديال زيت العود ونص كاس ديال القرور. يعني ااتشي. هي نفس الكيمية. مني نشوفو نص الكيمية كما كانت. نص كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حال المهم نفس الكيمية. تخلطوهم مع بعضياتهم. يعطيوكم واحد المحلول تشدوها القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة. وتمسحو وقت من احسن تكون قطنة. وتمسحو بيه المناطق اللي مضروبة بالجرب. كنوا متأكدين. الا ارا غادي تشكروني بزيف على هاد المعلومة هادي. لان الناس كيخافوا من الجرب. ديال يعني تساقط الشعر. نتفكروا معايا نفس الكيمية ديال الزيت العود. الزيت العود الخيصة مشير غالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية. نفس الكيمية اللي كديروها كتخلطوها مع اه الاتشي. وكتتمسحو المناطق اللي مضروبة بيها لمدة كلتيام نهار الرابع ان شاء الله كي يجيب الله تسير. إذن الحلقة دينا سلاس كان نتادر على الصوت ديال المقاقية ديال الدجاج لانا هوقيتهم هذي باش كي وضعوا البيض يعني كيبقوا هجيروا هاد الصوت هادا كان اعتقد ان هاد الحلقة يعني راه مهمة يعني الكلور راه مهم مهم عنده فوائد بالنسبة للأرانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد الليتر ديما محطوط على جنب ديما اما خدموه في الاخر في ذاك الولادات هما نقيوا به نسحوا به ذاك الولادات لانا كتكون الانتة عادو ولدت منين يدوز واحد لوقيتها ذاك الشعر ديالها والدم ناكي كنت امه ملابد ما تغسلوها ذاك الجيها بالكلور تا هي هادا نقطة مهمة يعني اي حاجة راه مهمة فيها الكلور الكلور عشك يدير كيعقم ومعقم يعني الامراب اللي ممكن انها تصيبكم من 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 اما جاراب اما يعني محويج ديال الجاراتين كلها ديما يكون عندكم واحد ليقرو ديال الكلور ممكن تخلطوهم على المبحل هكا بشير الشاشة ولا هكا مهم انكم تقاوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كادواء نعتبرو كادواء يكون عندكم مع الادوية الكلور يكون عندكم مع الادوية اذا الحلقة ديالنا ايادي كم شكوكم على التعاليق طيبة ديالكم ما تنسونا زر جام تقعوا لزر الجارس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة